توفي ليلة البارحة شخص أصيل منطقة جبال الوسط من ولاية زاغوان عن عمر يناهز الستين عاما ومعطيات الأولية التي أدلت بها المديرة الجهوية للصحة بزاغوان أن المتوفن يقيم بشكل منجسلين بالمرسى من أجل العلاج من مرض السكري وغادره لمنزله منذ ثلاثة أيام أين ظهرت عليه أعراض الناسة بشهادة أفراد عائلات وأضافت المساوي أن المصالح الطبية بالجهة تعاملت مع الوفاة على أنها حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا حيث تم الافترين للووفي للقيام بالتحليل المخبرية اللازمة لتقصي الأسباب الحقيقية للوفاة وأشارت ذاته لأنه تمت دعوة كافة أفراد العائلة الذين كانوا في اتصال مباشر بالمتوفي إلى ضرورة ملازمة العزل الصحي الذاتي لحين صدور نتائج التحليل موسيقى